لو الراجل ما مضاش المخالصة الموقف بيبقى ايه؟ موقفنا سليم مليون في المية مليون في المية؟ مليون في المية مفوش اي حاجة مفوش واحد في المية شك اه اصلا المخالصة دي هي برضو اللي كان عليها القصة يقول لك ازاي بينك وبينه اميلاد شغال اه موجودة اه في حاجة اه موجودة اه والتحويلات وخلاف كل ده موجود انت فكر ان احنا من السزاجة اه مش ممكن اه مش رحمة المشروع من الناس دقيقة جدا في شغلها جدا هو احنا ليه الاول ما كنش عايزين نتفعله الثلاث شهور بلاش نتكلم في ايه هو خلينا بس اول دلوقت عشان الموضوع هتحل ان الموضوع في تفاول اقول لك دي نقطة مهمة ان هي اللي خليتنا نوسم ممكن للسامين الف دلار دول اللي بقى في محامي نوانا ديته الثلاث شهور على طول كانت الحكاية خلصت خلاص بس زي ما انا قلت لك ان احنا كنوخنا في طب يا جماعة طب خدوا الرأي برضو انا برضو عشان اطلع اي فلوس لازم عندك مرجعيات بترجع لها كجهات رقبية خلص فبعتنا دكتور رحب احنا ببساطة شديدة وده ينفع ديتقال هل احنا غلطنا كالتحاد كورة ان احنا تصورنا ان هو مالوشي التلاث شهور دول وبعد كده ومين اللي قالك ان هو لو ومين اللي قالك انه لو تلاث شهور ليه احنا بقولك احنا استشرنا بدل ما انهو تخل في مشاكل او بتاع ونفصل عقد كذا ونفصله احنا نفصلينه صح جدا 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 برضو حفاظا اقولك ايه بدل ما يطلع اقولك ان المصري مثلا خدعته وعملته انت بتكلم في سمع البردو بلد اه فهمتك يعني انت بتقولي انه حتى لو ما كانش يستحق تلاث شهور دول فانت تفعتهم عشان تشتريد ماء اه 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 ومشي فانت شكل من كذا طب احنا احنا العقد مكتوب كان فيه ثلاث شهور شرط جزاوى ده ما فيش ما فيش اصلا يعني اهوكي ادحك علينا لا ما ادحكش ما انا قلتلك في امور ممكن تدخل فيها في جدل وفي النزاعات زي مثلا كيروش فاكر كيروش طبعا لما كان موقع عليه من الاتحاد الافريقي وهو اللي متزم في غرامات رغم انهو كان يوميها ما كانش بسببه الباص هو اللي اتأخر في الوصول للمؤتمر تمام فأمر طار لكن عقد بيونس اللي هو اللي اتفح الرجل قالك انا اتفح عليه انا روحت متأخر انا قلو ما ادلوش لكن برضو الجهة اللي بتفصل ما بيننا قالك لا طالما امر كذا وامر طارق نتفعل فنفس الامر الحكاية بتاعت بيتوريا دي واهتكلم معك بصراحة اتقال انه بيحاول او بتحاول القصة بيبوزها اتحاد الكورة ماليا واداريا عشان يورط فيها حازم امام اطلاقا هاولك كلمة فضل كابتن حازم امام من افضل الناس اللي تشغل مع انجوة اتحاد الكورة ومن اكثر الناس حرصا على مصر وعلى سمعة مصر وعلى منتقب مصر حازم امام لما تم التعاقد مع فيتوريا لما تعاقد معه منفردا احنا كلنا شفنا وبصمنا بالعشرة ان الرجل ده من المدربين الكبار جدا ومن افضل المدربين اللي تولى تدريب منتقب مصر فاي مسئولية داخل اتحاد الكورة القدم هو مسئولية مشاركة اشتركوا في القناة